أموماً الفقرة اليومية التي تستابعونها كل يوم فقرة المركز الإعلامي الأندية السعودية في هذا التأخبار الأندية السعودية في هذا التقرير في الشباب أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب أستاذ الأمير خالد بن سلطان تحت إشراف المدير الفني ميشيل برودوم بدأت التدريبات بتمارين اللياقية لقيادة مدرب اللياقة السيد رينات فليبارت من جهته اكتفى المدرب إيميليو فريرا بفرض تمارين استرجاعية لللاعبين المشاركين في مباراة الأهلي يوم أمس الجمعة فيما قسم باقي اللاعبين إلى عدة مجموعات لتطبيق عدداً من الجمل التكتيكية من جهة أخرى واصل لاعب الفريق الأول عبدالله الأصطى مساء اليوم السبت برنامجه التأهيلي باللف حول الملعب في الاتحاد أظهرت الفحوصات الطبية التي أجرها لاعب الفريق الكراوي الأول سلمان الصبياني حاجته لإجراء عملية جراحية في عضلات أسفر البطن وسوف يتم إجراء العملية خلال الأيام المقبلة من جهة أخرى واصل الفريق الكراوي تحذيراته لمواجهة فريق الفيصلي يوم الاثنين المقبل في الفتح واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم السبت تدريباته المسائية على ملعبه الرئيسي بالأحسى استعداداً لمواجهة الفريق المقبلة أمام الرائد في الجولة الرابعة من دوريزين وبدأ الفريق تدريباته بعملية الإحماء الاعتيادية ومن ثم عمد المدير الفني للفريق التونسي فتح الجبال على إجراء بعض التدريبات التكتيكية على منتصف الملعب في الهلال أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم استعداداً لملقات الانتفاق يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من دوريزين والتي اشتملت على النواحي اللياقية والتكتيكية حيث ركز السيد كرومباره في التدريبات على الكرة العرضية وطريقة إنهاء الهجمة في حين واصل الثلاثي عبداللطيف الغنام وسعد الحارثي ومحمد قاسم برامجهم العلاجية في النادي الصحي في الأهليات شيكي جاروليم أن متوسط الميدان الأهلاوي لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول وأنه قام بين شوطي اللقاء بتنبيه اللاعبين إلى هذه المشكلة وقال الضغط الشبابي كان عن طريق الأطراف مؤكداً أنه سيسعى إلى تفادي هذه المشكلة في المشاركات المقبلة منوهاً إلى أن الدفاع كانت لديه العديد من الأقطاء التي أثرت على نتيجة اللقاء وعن المستوى الغير مقنع الذي قدمه المحترف الأرجنتيني موراليس قال اللاعب يفتقد للإنسجام في هذا اللقاء وسأتحدث معه لتقديم مستوى أفضل في النصر ينتظر أن لا يجري ما ترانا أي تعديل على قائمة فريقه التي واجهت الاتحاد على أن يمنح فرصة لظاهيري الجنب ومحوري الانتكاز للتقدم لفك طلاسم الدفاع التعاوني المتوقع يذكر أن الثنائي أحمد عباس والعزبكي شوكت لن يتمكن من المشاركة في المباراة في ظل عدم اكتمال شفاءهما من الإصابات التي لحقت بهما وسيبقيان خارج القائمة في الاتفاق عن المدرب السويسري آلين جيجر المدير الفنين للفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق اليوم السبت عن القائمة الرئيسية التي ستمثل الفريق لمباراته المرتقبة أمام فريق الهلال في مدينة الرياض مساء يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري زين في التعاون قدمت رابط الدوري المحترفين السعودي شكرها لإدارة نادي التعاون على تعاونهم وتجاوبهم السريع بشأن الموافقة على المشاركة في المباراة الدورية القادمة التي سوف تجمع الفريق التعاوني مع نظيره الفريق النصراوي في بريدة في الفيصلي عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تمارينه مساء اليوم حيث أدى اللاعبون المشاركون في لقاء الأمس تدريبا استرجاعيا في صالة الحديد وتواجد بعدها اللاعبون في الجاكوزي والمسبح بما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وتكتيكية تحت إشراف المدير الفني للفريق مارك بيس هذه الفقرة المركز الإعلامي الفقرة التي سوف يكون من خلالها أخبار كل الأندية التي تصلنا طبعا كل ما يصلنا عن طريق المركز الإعلامية في الأندية سوف تكون في هذه الفقرة بمعنى أنه ستعرف كل شيء يخص ناديك ماذا حدث اليوم منذ أمس وحتى بداية البرنامج طبعا الأندية التي بمراكز الإعلامية لا تتفاعل بشكل جيد مع الإعلام بالتأكيد لن نستطيع طبعا نحن سننقل كل ما يأتي عن طريق المراكز الإعلامية اليوم في أندية ثلاثة أو أربع أندية مراكز الإعلامية لن ترسل شيء نحن سنتعامل مع ما سيصلنا في هذه الفقرة بالذات مع المراكز الإعلامية وبالتالي أخبار كل الأندية إن شاء الله في يوم وليام تكون 14 نادي في تقرير واحد شكرا لزمينة بندر شوير معد هذه الفقرة